أكد سامح شكري وزير الخارجية تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة الصين في سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة البركس وكذلك للعمل على دفع وتطوير العلاقات بين البلدين جاء ذلك خلال اللقاء شكري مع نظيره الصيني وانج بي علي على هامش مشاركتهما في المؤتمر الوزري الأول لتتشين منتدى الحضرات القديمة الذي يُعقد في العاصمة اليونانية أثنى حيث بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة لموضوع إصلاح مجلس الأمر إذن أستاذ فتحية برأيك ما قراءتك لهذه الزيارة من الناحية السياسية وأيضا الاقتصادية أنا ممكن أتكلم على العلاقات المصرية الصينية الآن والتصريح الذي قاله سامح شكري أن الرئيس السيسي سيشارك في قمة البركس في سبتمبر المقبل في الصين العلاقات المصرية الصينية تشهد طفرة في الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في زيارات متبادلة رئيس السيسي يجي مصر الرئيس السيسي راح يزار الصين كمان كان في عندنا عام ثقافي مصري صيني ودي مش أول دعوة توجه من الرئيس الصيني للرئيس السيسي لمشاركة في قمة في سبتمبر الماضي رئيس السيسي راح يشارك في قمة العشرين بدعوة من الرئيس الصيني أيضا فأعتقد أن العلاقات جيدة جدا قمة البركس مهمة جدا مشاركة مصر فيها لأنها بتضم اقتصاديات دول صاعدة زي البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا فأعتقد أنها تكون مهمة في ظل أننا دلوقتي بنسع على زيادة الاستثمارات وتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق طفرة اقتصادية فأعتقد أن الزيارة ستكون مهمة جدا ومشاركة مصر مهمة في هذه القمة